أولاً أخفقت المجموعة العربية في تمرير مشروع وقف إطلاق النار لدواعاً إنسانية الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن بسبب الفيتو أو حق النقد الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية أمس في الجلسة وهذه المرة الثانية أو الثالثة تستخدم فيه الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد لمشروع لوقف إطلاق النار ولكن اللافت أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي استخدمت هذا الحق بين مزدوجين ولم تعارضه أي دولة سوى الولايات المتحدة الأمريكية حتى بريطانيا الحليفة الأساس للولايات المتحدة الأمريكية خجلت في مكان ما من أن تعارض هذا المشروع أو أنها اطمأنت أن الأمريكيين سيستخدمون حق النقد الفيتو فرنسا هي لها موقف شبه يعني متميز عن الموقفين الأمريكي والبريطاني وكل الدول وافقت على هذا المشروع هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الحرب على غزة وعلى الفلسطينيين وعلى المدنيين في قطع غزة هي حرب أمريكية كما هي حرب إسرائيلية ولأن الخسارة الإسرائيلية إذا صح التعبير في هذه الحرب ستشكل خسارة أمريكية ولسيما خسارة إلى الحزب الديمقراطي برئاسة الرئيس جو بايدن ونحن على أعتاب الانتخابات الأمريكية القادمة بعد 11 شهرا إضافة إلى أن هذا الإخفاق سيكون بعد الإخفاق في أوكرانيا وبعد الملامح التي أصبحت واضحة أن انتصار حلف الناتو والأوكران على الروس أصبح مستبعدا لذلك سيكون الحزب الديمقراطي مطالبا بتحقيق إنجاز ما خارجي في الخارج لكي يقدمه إلى الناخبين الديمقراطيين والناخبين الأمريكيين إضافة إلى أن الأمريكيين اليوم وفي كل هذا الزخم من التسليح وأكثر من 200 طائرة وصلت إلى فلسطين المحتلة محملة بالصواريخ الذكية والصواريخ المدمرة وكل أنواع الذخيرة إضافة إلى الطلب أمس بتوريد أكثر من 45 ألف قضيفة لدبابات المركافة والحشد الإعلامي والتغطية الإعلامية والسياسية أيضا وشيطنة حماس وتشبيهها بداعش ووجود الأساطيل في منطقة البحر الأبيض المتوسط كل هذا الحشد إذا لم يؤدي إلى انتصار حاسم الإسرائيليين فهو سيكون أصبح أجليا دكتور طارق موقف واشنطن من هذا العدوان وهذه الحرب التي تقودها ضد قطاع غزة تحديدا لحركة المقاوم المتمثلة في حماس وبقية الفصائل ولكن دعني أتناول معك وأستفهم أكثر عن موقف فرنسا الدعم لوقف فوري لإطلاق النار ما الذي سيؤسس له هذا الموقف الفرنسي يعني الفرنسيون حقيقة مع أن موقفهم أصبح شبه يعني متميز على الموقف الأمريكي ولكن لا ننسى أن زيارة الرئيس ماكرون في بداية الحرب كان متحمسا وكان على يمين البريطانيين والأمريكيين في دعم الكيان الإسرائيلي المحتل ولكن أيضا هناك أصوات في الداخل الفرنسي دائما كانت تعتبر أن فرنسا لديها ميزة في مقاربة الصراع العرب الإسرائيلي أو في مقاربة المواضيع في الشرق الأوسط بأن تكون على قدر من التوازن في تقديم الموقف السياسي الفرنسي الخارجي هذا شهدناه في عدد من الملفات في 2003 عندما عارضت فرنسا الاجتياح الأمريكي البريطاني للعراق والغانستان وفي موقف وزير الخارجية دوفيل بان وقتها في مجلس الأمن الدولي أيضا هناك في العام 1996 في عملية عنقيد الغضب التي قادها الإسرائيلي ضد لبنان وعدد من الموقف الدولية ولكن الموقف الفرنسي على تمييزه لا يؤثر بالشكل الكبير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهو موقف سياسي لا يضغط بشكل تستطيع فرنسا من خلاله أن يكون رأيها مرجحا لإيقاف الحرب أو لإيقاف وقف إطلاق النار أو لمساندة الفلسطينيين في هذا المجال لذلك أنا أعتقد بأنه سيكون مؤثرا لأن أيضا فرنسا دورها تراجع على المستوى السياسي والمستوى الخارجي في كثير من ملفات المنطقة